السلام عليكم متابعين الحلوين معاكم سارة عطية من قناتي احلى واسهل مع سارة الحلوة بتاعنا للنهاردة هو كاسات الجيلي بالكاستر سهل كده وبسيط وفي نفس الوقت شيك اوي في التقديم يعني من الحاجات اللي بتفكرنا بذكريات التفولة لان كانت دايما امهاتنا بتعمله وبما ان رمضان في الصيف فمن الحلوة جدا ان احنا نعمل حلويات برده كده ترطب على قلوبنا فخليكم معنا ويلا نشوف طريقتنا للحلوة النهاردة مع بعض معايا هنا اربعة باكم من جيلي الفواكه المشكلة طبعا تقدروا تستخدموا النوع اللي تحبوه هنزل كده الاربعة في حلة على النار طبعا لسه مشغلتش عليها النار وهبتدي اضيف عليها اربع كبيات من الميا هقلبهم كده على البارد قبل ما شغل النار وبعدين دلوقتي هولى عليهم واستمر في التقليب تمام كده اول ما غل معايا زي ما انتوا شايفين هقلبه كده تقليبتين ونزل الحواف بتاعته وبعدين حطفي عليه شلت الجيلي بقى من على النار وحطيت هنا في بولة كباية من التلج وتلت كبايات من الميا يعني عشان يديني ميا سقعة جدا تعمل معايا الجيلي هنزل عليهم بقى الجيلي اللي احنا غلناه على النار وحبتدي اقلب لغاية ما يدوب معايا التلج خطوة التلج دي حلوة جدا لانها بتديني قوام حلوة بعد كده للجيلي استمر كده في التقليب لغاية ما يدوب التلج تمام كده زي ما انتوا شايفين ما عنديش اي تلج في الجيلي يبقى كده جاهز هجيب بقى الكاسات اللي انا هصب فيها وحط فيها امع انا ميليها على سنية كوبكيك عشان تديني الميل اللي انا واخدها في طبقة الجيلي وهصب بقى الجيلي لغاية الارتفاع اللي انا عايزاه طبعا لو انتوا مش عايزين نميل بالشكل ده تقدروا عادي تصبوه بالطريقة العادية وهيديكوا الشكل المستقيم وطبقات برضو زي ما احنا عاملين بخلص بقى كل الكبيات اللي معايا بنفس الطريقة وبدخلوا بقى التلاجة لمدة اربع ساعات لغاية ما يمسك معايا الجيلي ولو انتوا مستعجلين عليه تقدروا تحطوه في الفريزر المهم لازم طبقة الجيلي تمسك كويس قبل ما احطت طبقة الكاستر هنبتدي بقى نحضر طبقة الكاستر هحط معلاتين كبار من الكاستر الجاهز وعليهم معلاتين كبار من السكر ونص لتر من اللبن هقلبهم كده كويس مع بعض وهولى عليهم النار وافضل اقلب بالمضرب اليدوي لغاية ما يتقل معايا قوام الكاستر افضل اقلب كده عشان ما يعملش اي تكتلات تمام كده اول بقى ما يزخن معايا هبتدي اضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا وكمان علبة من الاشتر تقدروا تستخدموا النوع اللي يعجبكم وارجع اقلب تاني بقى لغاية ما تفك معايا الاشتر ويتقل قوام الكاستر الاشتر هتخلي القوام بتاع الكاستر ناعم جدا وفي نفس الوقت هيكون طعمه حلو قوي تقل معايا الكاستر اهو زي ما انتم شايفين هبتدي بقى دلوقتي اطفي عليه واسيبه يبرد خالص لازم يبرد قبل ما اضيفه على طبقة الجلي عشان ما يسيحش الجلي ويتطع من فوق هدي له كاتقلبتين واطفي زي ما انتم شايفين حطيت على الكاستر من فوق طبقة من البلاستيك عشان ما يعملش اشرة لغاية ما تنزل درجة حرارته قبل ما اضيفه على الجلي وطلعت في الوقت ده الجلي من التلاجة كان خلاص مسك نفسه دلوقتي بقى حدي تقريبه للكاستر كده بسرعة وهبتدي اضيف الكاستر فوق الجلي هحط كده واحد واحد وهبتدي اضيف الكاستر لحد ما يوصل للارتفاع بتاع الجلي من فوق عشان تتساوى الطبقتين مع بعض وبكمل كل الكاسات اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين ادخلهم التلاجة تاني لغاية ما يمسك معايا طبقة الكاستر تمام كده طلعنا الكاسات بتاعتنا من التلاجة زي ما انتم شايفين الطبقات مسكت نفسها حلوة جدا وزيناها بجوز الهند واي نوع مكسرات عندكم او الزينة دي ترجع لكم زي ما انتم تحبوا وزينوا انتم فنانين وتعملوا كل حاجة حلوة احنا كده خلصنا وصفتنا للنهاردة زي ما انتم شايفين كانت خفيفة وبسيطة جدا بس ان شاء الله هترفع راسكم كده قدام ديوفكم وهتعجب ولادكم جدا لو عجبتكم وصفتنا للنهاردة ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة من الصندوق الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان تفعيل الجرس عشان توصل لكم الوصفات او البول كان معاكم صارعطية اشوفكم في وصفة جديدة باي باي